ومن عنوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من سامره أهلا بكم بشرت قيادة عمليات سامره نصب الجسر العائم على نهر دجلة في منطقة القلعة سامره لاستعاب الأعداد الكبيرة من العجلات والزائرين بذكر استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام بحسب بيانا للقيادة فقد أكدت بأن بناء الجسر هدفه تأمين طريق إضافي ثالث لاستعاب الأعداد الهائلة من العجلات والزائرين القاصدين سامره لإحياء مناسبة استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام خلال الأيام القليلة المقبلة وتضمنت الخطة الأمنية للزيارة سيطرة على النهايات السائبة وإعادة نشر القوات حسب قوات العمليات والبدء بتنفيذ الخطط على الأرض وتأمين الحماية اللازمة للزائرين والوافدين إلى سامره فضلا عن تقديم أفضل الخدمات للزائرين من الطعام والشراب والخدمات الطبية والعلاجية